ما الذي سيحدث لو اختفى النحل من كوكبنا؟ هل تعلم أن النحل يعمل على تلقيح 70% من المحاصيل التي توجد في العالم كله؟ كما أنه من المعروف أن له فوائد عديدة لا يمكن إنكارها نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سنعرض عليكم 9 فوائد للنحل وما الذي سيحدث لو أنها اختفت من كوكبنا؟ هل أنت مستعد للتعرف عليها؟ هيا بنا نبدأ القهوة من المعروف أن جميعنا يحب القهوة بشدة وهذا ما يجعلها من أكثر المشروبة الساخنة التي عشقها الجميع لكن هل تعلم من أين تأتي هذه القهوة وما هو مصدرها؟ يأتي مشروب القهوة من بذور القهوة التي تأتي من نباتها وهذا النبات يحتاج للتلقيح دوما والنحل يعتبر هو أهم ملاقح لهذه النباتات حيث أن النحل مسؤول عن 25% من إنتاج القهوة في العالم كما أنهم قادرين على تحسين مستوى القهوة بجعل حجمهم مناسب ولكنك من المتوقع أن تقول أن العالم لن ينتهي لو لم يعد لدينا المزيد من القهوة التي يساهم النحل في إنتاجها حيث أن كمية القهوة المستخدمة تكون أكثر بكثير من المياه ولكن بالنسبة للمقاهي والمطاعم فمن المعروف أن القهوة تعتبر مصدر دخل كبير لهم وهو ما يمكنهم من الاستفادة بالأموال من الزبائن فهي أهمة للغاية لهم حيث يسعى الكثير لتناول هذه المشروبات بكثرة هذا يعني أن النحل لو اختفى من حياتنا ستقل نسبة القهوة في العالم مما سيعود على نقص الأموال والدخل للكثير من الناس وهذا ما سيعرض حياتهم للخطر لذا يجب أن نحفظ على مثل هذه الحشرات لأن لها فوائد كثيرة وسنتابع فوائدها معا عيد الهلع ما هو الرمز المستخدم والمعروف في عيد الهلع؟ أجل إنها ثمرة القرع والمفاجأة الكبرى هي أن النحل يعشق تلقيح هذه الثمر المشهورة في هذه المناسبة حيث أنه هناك أنواع كثيرة من النحل تعمل على تلقيح هذه النباتات مما يدل ويعبر عن مدى أهمية هذه الحشرات ولكن على عكس القهوة فهذه الثمر لا تنمو في أماكن كثيرة من العالم بل تنمو فقط في المزارع الصغيرة وهذا يعني أنه لو اختفى النحل من كوكبنا فهذا يعني أننا لن نتمكن من الحصول على مثل هذه الثمرات في المستقبل مما سيجعلنا نعاني كثيرا في حياتنا وكل المسؤولين عن زراعة وبيع هذه الثمار سيتعرضون لإفلاس بسبب نقصها كما أنه هناك كعكة تسمى كعكة القرع وهذا يعبر عن مدى أهمية النحل في حياتنا ولهذا لا يجب أن يتعرض للانقراض تخيل أنك تعمل مزارعا وترغب في نقل المنتجات والمحاصيل التي تزرعها إلى العديد من البلاد التي توجد حولك كيف ستفعل ذلك؟ الإجابة بسيطة للكثير من المزارعين هي أن تستخدم الشاحنات ومن المعروف أن الصناعة القهوة تكلف الكثير من الأموال حيث في عام 2017 كلفت 676 مليار و200 مليون دولار وهذا يعني أنه لو توفي الكثير من النحل في العالم سيؤدي هذا إلى تدمير الكثير من المحاصيل وبالتالي سيعود على الكثير من الناس بالبقاء بدون عمل حيث أن الكثير من العاملين على الشاحنات يعملون على نقل الطعام من بلدة إلى أخرى وهذا يعني أنه لو لم يعد هناك أي طعام أو محاصيل لما تمكنوا من نقلها وبالتالي سينعكس على المحاصيل وعمل الأشخاص في العالم هذا لن يؤذي الصناعة ولكن في الطبيعي والمعروف أنه سيعارض اقتصاد الدولة للدمار يمكن للشركة الواحدة أن تكون مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار كل عام من نقل الطعام فقط تأتي المكسرات وهذه البذور من بعض النباتات وهي ما تزيد من المحاصيل واقتصاد الدول حينما يبيعونها حيث أن النحل يعمل على تلقيح الكثير من المكسرات التي تنتج من بعض الزهور هذا يعني أن تلقيح هذه الزهور أمرا ضروريا للغاية من قبل هذه الحشرات بما يعني أنه بدونها لن تمكن من الحصول على تلك المكسرات التي نعشقها في حياتنا حيث أن 80% من المكسرات يتم إنتاجها في كاليفورنيا وهذا يعني أن النحل في هذه الدولة منتشرا للغاية ويجب حمايته من كل خطر حتى لا تعرض الاقتصاد القائم إلى تجارة المكسرات للهلاك هذا يعني أنه لو اختفت هذه الحشرة سيؤدي هذا لتوقف إنتاج العصل الذي نحتاجه جميعا وهذا ما يدل على أهمية هذه الحشرات في عالمنا إذنها تمدنا بالكثير من الأشياء اللازمة في حياتنا الكاجو يعتبر من أفضل وأكثر البذور التي يتم تناولها في أمريكا وأوروبا وهذا يعني أنه لو لم تتمكن من الحفاظ على هذه الحشرات من الموت والانقراض لما تمكننا من القدرة على السيطرة والحصول على مثل هذه البذور اللازمة من أجل استكمال حياتنا لذا تسعى جميع الحكومات لتوفير أكبر قدر من الرعاية للنحل الوقود الحيوي إنتاج الغاز والبنزين يعتبر من الصناعة الهمة في حياتنا التي لا يجب أن نتخلى عنها على الإطلاق ولكن في الحقيقة هذا ينعكس على أشياء كثيرة في الواقع حيث أننا كلما استهلكنا الوقود كلما أصبح الأمر أكثر تلوثا للبيئة لذا يسعى الكثير من الناس في المصانع والشركات لاستخدام وقود لا يقوم بتلويث البيئة ولا يدمر المجتمع ويعرضه للخراب ولهذا يعتبر الوقود الحيوي واحدا من هذه الأشياء التي يحتاجها العلماء في المصانع والشركات الوقود الحيوي عبارة عن وقود يتم استخراجه من النباتات من أجل أن يستخدموه كوقود صالح للبيئة الكثير من هذه النباتات التي تمكن من الحصول على وقود منها يتم تلقيحها من قبل النحل ولو لم يكن لدينا نحل في عالمنا لما تمكن من الحصول على هذا الوقود مرة أخرى على سبيل المثال هذا ما يحدث في كندا حيث يستخدمون زهرة معينة من أجل إنتاج الوقود لذا يجب أن نحمي النحل حتى نتمكن من توفير هذا الوقود اللازم عن طريق تلقيح النباتات الملابس ما هو الشيء الذي تم صنع سطرتك أو بانطالك منه؟ الكثير سيقولون القطن القطن عبارة عن نباتات وكالمعتاد والمعروف أن النحل هي الحشرة الوحيدة القادرة على تلقيح النباتات التي تنتج القطن لنا وهذا ما يدل على مدى أهمية هذا المنتج لدى العديد من الأشخاص تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المصدرة للقطن حول العالم والصين تعتبر أكبر دولة منتجة تعتبر 60% من ملابس النساء مصنوعة من القطن بينما 75% من ملابس الرجال تتم حياكتها من القطن حيث أن القطن يعتبر من المنتجات القديمة للغاية ولو لم يعد هناك نحل لما تمكن من إيجاد القطن في ملابسنا ولو اختفى القطن لأصبحت الملابس بجودة أقل وضعيفة للغاية كما أن أغلب الملابس ستكون بهضة الثمن والكثير من الناس يفضلون القطن لأن يكون مناسبا لهم في الارتداء البشر لو توفي النحل سنتوفى جميعا معه هذا الشيء معروفا وجميعنا نتفق عليه السبب هو أنه دون النحل لن يتم تلقيح النباتات والأزهار الموجودة في عالمنا كما أن هذا يعني أننا سنعاني كثيرا وسنصارع للبقاء حيث أننا سنشكو من الجوع والفقر ونقص الأموال هذا ليس بسبب نقص القهوة أو الملابس في عالمنا بل إنه لو اختفى النحل سيتأثر عالمنا كثيرا بهذا الشيء وهذا يعني أننا سنتعرض لتغيير كبير ونحن غير قادرين على تحمل هذا التغيير حيث قال العلماء أن النحل يعتبر من الحشرات القيمة في عالمنا ولولا هذه الحشرات لتعرض كوكبنا وعالمنا لتغيرات جسيمة ستدبنا للهلاك جميعنا لكن البعض لا يؤكد على هذه النظرية حيث يقولون أن العالم نجى من قبل دون النحل هل أنت تؤمن بأهمية النحل في حياتنا؟ هل سنتعرض للموت لو تعرض للانقراض؟ اقتصاد العالم بالإضافة إلى انهيار العالم سيتعرض الاقتصاد للفشل والتحطم مما سيجعل الدولة تتقهقر وتتراجع وتتخلف حيث أن اقتصاد العالم يقام على الطعام والملابس وباختفاء النحل لن يتم تلقيح النباتات ولا نحصل على الطعام ولا اللبس حيث أن هذا سيجعل الدول تتوقف عن تصدير الطعام للخارج مما سيجعلنا نعاني كثيرا وسيؤدي هذا لتدمير الاقتصاد بالكامل في أنحاء العالم حيث أن صناعة الطعام تعتبر من أهم الأشياء حول العالم مما يجعل الكثير من الناس يعانون كثيرا في حياتهم حيث أن هذا الشيء يعتبر مصدر رزقهم ولولاه لما تمكنوا من الحصول على مكتسبات حياتهم حيث أنه في أمريكا تقوم الكثير من الشركات بتصدير الموز في أنحاء العالم وباختفاء النحل لن يتوفر محصول الموز بكميات كبيرة تكفي للتصدير وبالتالي سينهار الاقتصاد وسيتعرض للفشل حيث تصل نسبة تصدير محصول الموز إلى 13 مليون طن مما يدل على مدى أهمية النحل في هذه المنتجات حيث يوفر أكثر من 15 مليار دولار من الطعام كل يوم وكل هذه الكمية الكبيرة من المال ستختفي لو اختفى النحل عن عالمنا لو اختفى النحل من العالم سيؤدي هذا لتقليل مخزون العالم من الطعام حيث أن النحل لن يتوقف عن تلقيح النباتات التي تزيد من المحاصيل الهامة في حياتنا مما يدل على مدى أهمية هذا الشيء وكيف أننا يجب أن نحافظ على النحل يتمكن النحل من تلقيح أكثر من 100 نوع من المحاصيل مما يجعلك تدرك مدى المعاناة التي سنعاني منها مما يعني أنه مسؤول عن 90% من المحاصيل التي نتناولها في حياتنا ولهذا يجب أن نحصل على كمية كبيرة من النباتات حتى نتمكن من الاستمرار في حياتنا ولا نعاني من الجوع ولهذا يجب على كل الحكومات أن تحرص على هذه الحشرات وتوفر لهم أفضل سبل المعيشة لكي يتمكنوا من تلقيح كافة النباتات هل كنت تدرك مدى أهمية هذه الحشرات في عالمنا من قبل؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة